موسيقى تحية طيبة لكم مشاهدينا نقدم لكم نشرة لأهم الأخبار الرياضية والبداية مع أبرز العنوين منتخبنا الوطني ينهي تجمع إسبانيا ويدخل معسكرا تدريبيا في تركيا موسيقى رسميا البرازيلية فيارا مدربا للقوة الجوية موسيقى وهزير النقل يعز بدفع كافة المستحقات المالية لنادي الزوراء الرياضي موسيقى وإلى تفاصيل أهلا بكم حيث أنهى منتخبنا الوطني لكرة القدم معسكر التدريبي الذي أقيم في مدينة ملقى الإسبانية في التجمع الأول للمنتخب تحت قيادة الهولندي أدفوكات وذلك ضمن تحضيرات المنتخب للتصفية الأسيوية والمؤهلة لمونديا القطر ألفين واثنين وعشرين وكثف أدفوكات من الجرعات التدريبية في التجمع الأول للمنتخب في معسكره الذي استمر لثمانية أيام خاض خلال مباراتين تجريبيتين مع ناديين إسبانيين لمشاهدة اللاعبين عن قرب وستغادر بعثة المنتخب إلى مدينة قيصر تركيا عبر طائرة خاصة للدخول في معسكر تدريبي ثاني يستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي قبل العودة إلى العاصمة بغداد وسيلتحق عدد من اللاعبين المحترفين ببعثة المنتخب خلال معسكر تركيا للدخول في أجواء المعسكر أعلنت إدارة نادي القوة الجوية الرياضي تسمية البرازيلي في إيرا مدربة للفريق الكروي وذكرت إدارة نادي في بيان لها أنه تم تسمية البرازيلي جورفان فييرا مدربا لفريق القوة الجوية يساعده جبار هاشم وصادق صعدون مع الإبقاء على مدرب حراس المرمى هاشم خميس وأضاف أنه سيتم الاستعانة بمدرب للياقة البدنية من الجنسية البرازيلية فيما سيكون الكابتن علي صغير مديرا للفريق بينما تم تسمية هيثم كاظم وماجد الساعدي كمشرفين للفريق توصلت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة لاتفاق أولي مع المدرب المصري مؤمن سليمان لقيادة كرة القيثارة في الموسم المقبل وقال مزر خاص للعراقية الرياضية أن خطوة واحدة تفصل للإعلان الرسمي عن مدربي فريق الشرطة الجديد مؤمن سليمان بعد الاتفاق معه على كافة التفاصيل وأضاف أن الملاكة التدريبي للمساعد للمدرب المصري سيتألف كل من أحمد صلاح وحسين عبد الواحد مدربين مساعدين بالإضافة إلى جليل زيدان مدربا للحراس ومازد عبد الستار مدربا لللياقة أوعز مدير وزير النقل ناصر الشبلي بدفع كافة المستحقات المالية لنادي الزوراء الرياضي مؤكدا دعمه المتواصل للنادي في مشواره الرياضي وقال المكتب الإعلامي لنادي الزوراء أن وزير النقل استقبل في مكتبه وفدا رياضيا لنادي الزوراء برئاسة الكابتن فلاح حسن وبحضور وزير الشباب والرياضة لمناقشة الأزمة المالية للنادي وبحسب البيان أكد وزير النقل دعمه المتواصل لنادي الزوراء وإعازه بدفعه كافة المستحقات المالية وبكافة الإمكانات الممكنة كونه من الأندية التابعة للوزارة موجهان بتدليل كافة العقبات التي تواجه النادي وبدورها قدمت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء شكرها وتقديرها لوزيري النقل والشباب على جهودهما في حل المشاكل المالية للنادي أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة التعاقد مع اللاعبين كرار نور وأحمد هديب لتمثيل الفريق في منافسات الدوري الكروي المقبل وقال عضو المكتب الإعلامي للنادي أحمد الحكيم أن الهيئة الإدارية للنادي أنهت تعاقدها مع اللاعبين كرار نور وأحمد هديب لتمثيل الفريق الأزرق في الموسم المقبل وكانت إدارة نادي الطلبة قد تعاقدت مؤخرا مع مجموعة من اللاعبين لتعزيز صفوف الفريق تحضيرا للموسم الكروي المقبل انتقل المهاجم العراقي مصطفى محمود إلى نادي الفجير الإماراتي لتمثيله في الموسم الكروي المقبل وكان محمود قد وقع قبل أيام على كشفات نادي أمانة بغداد قادما من فريق الصناعات الكهربائية إلا أن إدارة أمانة بغداد وافقت على منحي كتاب الاستغناء قبل بدء الموسم الجديد ومن جهته قدم محمود شكري لنادي أمانة بغداد على تعاونها في منحي الاستغناء للاحتراف الخارجي ويذكر أن المهاجم مصطفى محمود مثل سابقا أندية الزورة والحدود والصناعات الكهربائية وإذا أردنا الحديث عن المدارس الكروية ستتبادر للأذهان سريعا مدرسة عمو بابا لأنها المسار الذي سارت عليه أغلب المدارس الكروية في العراق والتي كانت المدرسة الأم ورغم أنها تعاني الإهمال وهي البوابة الأولى لرفض المتخبات الكروية بالمواهب المتميزة نتابع النوات الأولى في كل شيء تبدأ من الفئات العمرية الصغيرة وبالذات الرياضة وكرة القدم بشكل خاص هذا الأمر لم يكن بمستوى الطموح في بلاد النهرين في السنوات الأخيرة بعد أن انقطع دور الفئات العمرية لسنوات عديدة وتمت إقامته بشكل منقطع لكن هذا الموسم شهد إقامة الدور الخاص بالفئات العمرية الحديث الآن عن عدم وجود الاهتمام بهذه الفئات من قبل الأندية المحلية أو حتى وزارة الشباب والرياضة التي أدارت وجهها للمدارس الكروية بقصد أو من دون قصد فمدرسة الراحل عمو بابا التي خرجت العديد من النجوم وهم يتواجدون الآن في صفوف المنتخب الوطني الأول لم تحظى بالاهتمام الكبير فحتى الملعب الوحيد في مجمع الشعب سلب من هذه المدرسة وها هي الآن من دون ملعب للتدريب منذ سنوات طويلة وتعاقب الوزراء ولم تحل مشكلة الملعب نهيك عن المدارس الربحية التي تم افتتاحها مؤخرا في العاصمة بغداد وبعض المدن من قبل المستثمرين في الرياضة والهدف الأساسي الأول منها هو البقاء لمن يدفع والربح وليس لمن يلعب بشكل جيد فلم تعد كرة القدم لعبة الفقراء حتى في المناطق الشعبية بات البعض يبحث عن المال فانتشار الساحات المصغرة ببدل إيجار واضح بات أمر واقع تدفع اليوم لكي تمارس كرة القدم في أي مكان كان عمد الكابي العراقي الرياضية أكد مدير مدرسة تعم بابا قحطان جليل للعراقية الرياضية أن أغلب عمل المدارس الكروية يكون بصورة عشوائية ويجب على الجهة المشرفة لهذه المدرسة أن تنظم عملها وفق شروط وتعليمات الاتحاد من أجل منح إجازة التأسيس لها هناك نظرة قاطرة في تأسيس وإدارة هذه المدارس والأكاديميات الحقيقة لأن أغلب عملها ويكون عشوائي وغير مدروس وما يوجد تنسيق حول آليات التعاون والمنهج المستقبلي من أجل اكتشاف اللاعبين الرياضيين الموهوبين حتى نهجهم بشكل صحيح وقبل أن نختار وننتقيها على اللاعبين وعملية تنمية قدراتهم لا يمكن الفصل بين انتقاء اللاعبين وتطغير قدراتهم ومواهبهم حتى ننفذ إلى الهدف المشهول انتشارها حالة صحية بقدر ما يجب أن يكون هناك تنظيم لعمل هذه المدارس والأكاديميات بشكل يجب أن يكون الجهة المشرفة على هذه المدارس أن تنظم وفق ضوابط وفق تعليمات معينة تمنح إجازات معينة لهذه المدارس والأكاديميات أيضا تكون جديدة بدرج ضمن أندية كرة القدم هو فريق الحشد الشعبي الرياضي الذي يسعى لأن يكون إضافة للساحرة المستديرة ومن الفرق التي يعول عليها لرفض الأندية والمنتخبات بخامات شبابية واعدة نتابع التوجه والإقبال إلى الأنشطة الرياضية شيء مفرح لتثري الملاعب بمواهب جدد ترفد بها الكرة العراقية ولادة جديدة لناد يدرج ضمن الأندية الكروية فريق الحشد الشعبي يضم في صفوفه كوكبة من الشباب الواعد الذي يسعى الجهاز الفني من خلالهم أن يكون لهذا الفريق اسمه لامع بين الفرق في مشواره المقبل بكل تأكيد المعروف أنه دائما الأندية التي تشكل جديد بحاجة إلى دراسة أنا أعتقد الدراسة اليوم في نادي الحشد دراسة موفقة هناك برنامج هناك عمل دقوب لكن المشكلة تكمن بالوقت لأنه الوقت تعرف إذا كان هناك تشكيل جديد فالتشكيل الجديد دائما إذا اندمج معه البرنامج فهذا محصور بالوقت الخطط اللي إحنا نطمح إلها ويطمح إلها نادي الحشد هو أن يكون من الأندية بالمصاف الأول إن شاء الله واختارينا مجموعة من الشباب اللي هم قادرين إن شاء الله أن يكونون منافسين وروافد صب لخدمة المنتخب الوطني طريق مفعم بالأمل والشغف من لعبي الحشد الشعبي رغم تكوينه جديد إذ يسعون أن يكون لهم مكانا بين الأندية الكروية وهم عازمون على تقديم مستويات تليق بهم وبكادرهم يعني إحنا بالبداية مرحلة إثبات الذات كتكوين جديد نادي الحشد الشعبي الهيئة الإدارية للنادي مشروحة أكبر من أنه مجرد فريق كرة قدم أو نشاط عياضي مشروحة أكبر تكوين نادي نافس على مستوى الأندية العراقية فريق الحشد فريق جديد متكون يعني صارنا شهر تقريبا نادي نطبح أن نوصل للشي يليقبس من الحشد عدنا كادر تدريبا ممتاز إن شاء الله نحقق شي نوصل به للدور الممتاز عندما تشاهد التنافس والندية عالية بين الأندية من أجل إثبات الذات ترى من تواجد حديثا يسعى أن يكون علامة فارقة للمستديرة تشعر بالارتياح والإطمانان لمستقبل الكرة العراقية تجسدت له بطولات في ساحات الوغا ونراه اليوم ينتمي للمنظومة الرياضية في تشكيل جديد سمي بناد الحجد الشعبي المرصباح العراقية الرياضية بغداد واقع مرير تعيشه أغلب ملاعب ذيقار حيث يعاني ملعب قضاء الرفاعي من إهمال شديد وتلف طال كافة مرافقه المزيد من التفاصيل مع أحمد يونس واقع مرير هو الذي تعيشه أغلب ملاعب محافظة ذيقار فبالإضافة إلى ملعب الإدارة المحلية في الناصرية ملعب قضاء الرفاعي هو الآخر يعاني من الإهمال والتلف الذي طال كافة مرافقه لجنة الشباب الرفاعي 32 فريق 32 فريق وماكوا أي ساحة يعني احنا بال2008 كانت عدنا ساحة مثيلة وهذا احنا بال2021 وساحات ترعبية ومعانات يعني الفريق الشعبي كل 28 يوم أو 30 يوم إذا ماكوا تأجيل يلعب للعبه وهذه الشباب إذا ماكوا ساحات إذا ما تحتضنهم مزارة الشباب بالرياضة إذا ما يحتضنهم المسؤول ينحرفون تأذينا هواي صنع سنين وهذا الملعب لا ملعب لا ساحة نلعب بره لعبات نادي فرق شعبية ما يجعني لعب لا ساحة زيانة لا هاي كل شيء ما متاح لنا طرغنا كل الأبواب ما حسن معنا لا مجلس محاظظ لا محاظظ لا قيم مقام ما حسن معنا رياضي القضاء يناشدون كل الجهات ذات العلاقة لوضع حلول تعيد لهم ملعبهم إلى ما كان عليه بعد أن أصبح المئات منهم بلا ملعب يحتضنهم لممارسة أنشطتهم وفعالياتهم رياضية شباب الرياضي اليوم لا يملكون ساحة تلعب داخل المدينة ونمطالب الجهات الرسمية بالتسرع والإسراع بإنشاء وترميم ملعب الرفاعل نطالب من جهات المسؤولة ومن المسؤولين وسيد الوزير عدنان درجال بالنظر لهذا الملعب كون هذا الملعب تاريخي بالنسبة للمدينة الرفاعي مديرية شباب رياض الذقار تؤكد اهتمامها الكبير بحسم ملف ملعب الرفاعي مشيرة إلا أن هناك عطاءات مقدمة من أربع شركات وسيتم خلال الأيام القليلة القادمة الاتفاق مع واحدة منها للمباشرة بعادة تحييل الملعب أكون شغلات خارجة عن إرادتنا اليوم أربع شركات دخلت راح يختارون شركة واحدة قبلتوا بهذه الشركة راح يدققون وراها الأمور الخاصة بالشركة راح نتعطل بحدود بالشهر خلال هذا الشهر تكمل كل الأمور الخاصة من ملعب الرفاعي من الناصرية أحمد يونس العراقي رياضية قدم الوفد العراقي المشارك في البطولة العربية بإهتنس الطاولة التي تحتضنها العاصمة الأردنية عمان طلب استضافة بطولة غربي آسيا المقبلة على هامش اجتماع الجمعية العامة للاتحاد العربي وقال رئيس الاتحاد المركزي للطاولة هيراد رؤوف إنه قدم طلب استضافة بطولة غربي آسيا لأن العراق قادر على ذلك من خلال تواجد الخبرات والمختصين فضلا عن امتلاك تجارب سابقة ونجاح بتنظيم بطولة العراق الدولية مبينا أنه خلال التواجد في عمان جرى الاتفاق على إقامة معسكرات تدريبية للمنتخبات الوطنية مؤكدا إشادت الجميع بالعروض الفنية القوية التي قدمتها منتخباتنا الذي كان ندا صعبا أمام الجميع بعد مشاركته في أولمبيات توكيو أكد العداء العراقي طاه حسيا أن غياب مدربه عن البطولة كان سببا رئيسيا في عدم تحقيقه لميدالية ملونة وكذلك خسرت فترة الإعداد مبينا أن تحقيق الإنجاز يحتاج إلى عمل كبير أول مشاركة لي بأولمبيات توكيو الذي قامه في اليابان لكن قدر الله ما شاء فعل ما قد تأهللنا لنصف نهائي بسبب الظروف والتي كل مدربة لم يتواجدوا خمس إبعادة من الترشيح أولمبيا يقول من الإتحاد والتحاد يقول من أولمبيا لأسف حد هذه الساعة لا أحد يعرف أنه بنوء اللي يعني ورا هاي السالفة لكن كانت استعداداتنا كل جيدة يعني عدينا عدينا عداد كل شيء جيد وتحدينا كل الظروف اللي مور بيها البلد واللي تعرف درجة الحرارة لها بالعراق واصلها خصوصا من بصرة بالعراق 50 تحدينا هذه الظروف يعني كان حلمنا أنا مدربة نوصل لأولمبيا والحمد لله وشكرا أنا وصلت نظمت لجنة الباغوت ولأول مرة بطولة أندية العراق بمشاركة 35 ناديان مثل مختلف محافظات العراق بغاية انتقاء الأفضل من اللاعبين لزجهم في صفوف منتخباتنا الوطنية استعدادا للمشاركة المقبلة الباغوت أحد ألعاب الفنون القتالية الذي أخذ ينمو منذ سنتين في العراق ليتوسع بدائرة نطاقه داخليا وخارجيا ما زاد من شعبيته بدخول العديد من اللاعبين وهذا الأمر أعطى للجنة اللعبة الاهتمام بها من جميع الجوانب لتقيم بطولة أندية العراق للشباب والمتقدمين للباغوت القتالية بغيت التعرف ومشاهدة المستويات للاستفادة من اللاعبين لضمهم بصفوف منتخبنا الوطني نضمنا بطولة أندية العراق شارك 35 نادي وقاعات وأنت قاعد نشوف اللاعبين وقاعد نشوف المستوي هذه البطولة استعدادت إلى بطولة بطولة العالم عندنا إن شاء الله بشارة داعش فهذا قام في تركيا حالاختار اللاعبين المميزين منعتها ويشارك في بطولة العالم نحن هذا كل الجاية نسوي دعما للشباب اعتران للشباب والفؤات العمرية كل دعم ذاتي فأنا طالب من وزارة الشباب وريس الجنة الأولمبي أن يلتفت لهذا الجانب من هذا غير هذا منذ بدء المسابقة والفرق تتطلع إلى كسب النقاط وهذا الشيء وضعهم ببودقة الصراع التي شهدت على البصاط بعد أن ظهرت منه حكايات من المنافسة التي كان أبطالها اللاعبين بكل نزال ما شكلوا متعة وجمالية وترقب من أجل تسلق قمة الجبلي أولا شاركت بهاي بطولة العراق ومستويات عالية ولعبة جميلة جدا وحصلت على المدالية الذهبية والفضية في أذربيجان بطولة العالم في الباغوت القتالية نطالب سيد وزير الشباب وسيد رئيس جنبيا راعة حمود المعترم أن يشوف هاي الشباب خطية وحن الحمد لله شارك ببطولة العالم وحرزنا أربع مداليات والفضية 2019 في أذربيجان أربع سيستيمات تملكها لعبة الباغوت فبعد ساعات طويلة من المنافسة بين المشاركين ظهرت النتائج سيستيم كارشخة كان لنادي الحدود أما إيبارة حصل عليه نادي التجارة وجيمازة كان لنادي الشهداء وباتورة كان لنادي الرد السريع بطولة أزاحت الستار عن كثير من اللاعبين الكفوئين الذين قدموا عروضا ومستوات عالية شكلوا نقلة نوعية بهذه الرياضة الحديثة بعبورها صحراء المتاعب سيد غالب العراقية الرياضية بغداد النشرة مستمرة وفيها تتابع ترجمة نانسي قنقر